وفي الوقت الذي تتسابق فيه الشركات على إنتاج لقاحات لفيروس كورونا ونسخه المتحورة يباشر خبراء من منظمة الصحة العالمية مهمتهم في مدينة وهان الصينية أول بؤرة للوباء في العالم بالتحقيق حول منشأ الفيروس بعد أكثر من عام على ظهوره هكذا تبدو مدينة وهان في الصين هذه الأيام بعد نحو عام من ظهور فيروس كورونا فيها في حين لا تزال عدة دول في العالم تفرض قيودا بعضها مشددة لمواجهة هذا الوباء ونظمة الصحة العالمية أوفدت فريقا من الخبراء لاوهان في وقت سابق من هذا الشهر في مهمة تتعلق بتتبع منشأ جائحة كورونا التي أودت بحياة أكثر من مليوني شخص وقد أنضوا في الحجر أسبوعين قبل أن يبدأوا مهمتهم التي أرجعتها الصين أكثر من مرة السوق الذي يباع فيه حيوانات برية حية وظهر فيه الوباء بحسب ما أعلنه مسؤولون صينيون قبل نحو عام لا يزال اليوم مغلقا أما فرضيات انتقاله إلى البشر فقد بدأت مع الاعتقاد أن الفيروس انتقل من الخفافيش إلى حيوانات أخرى قبل أن ينتقل إلى البشر لكن فرضيات أخرى ظهرت في الصين وخارجها قبل عام أثار ظهور الفيروس الجدل والاتهامات بين بكين وواشنطن عندما اتهمت الإدارة الأمريكية السابقة الصين بالتستر على حجم انتشار الفيروس وخطورته فيما ردت بكين بأن تلك الإدارة تحاول التغطية على فشلها في مواجهة الفيروس اليوم عادت الاتهامات مع زيارة الخبراء إلى ووهان حيث أكدت واشنطن أنها ستقيم مصداقية تقرير التحقيق عند انتهائه فيما رفضت بكين هذه التصريحات واعتبرتها تسييسا بين بكين وواشنطن يترقب كل العالم هذه المهمة الحساسة لفريق منظمة الصحة العالمية خاصة بعدما جلبه تفشي هذا الفيروس من أعباء صحية واجتماعية واقتصادية مست حياة البشر في كل أنحاء المعمورة